لو عايز تكون محترف برمجة يجب انت لازم تشرك في موقع جمالتك هذا الموقع لنا شركت فيه وهذا احسن موقع بيعلم برمجة الباينري هي لغة الزيرو والوانز او لغة الكمبيوتر فتعالوا نهارده نعمل البروغرام بندخله راكم باينري ويطلعه النادس هنخش موقع جمالتك كورسز سي بروغرامن لشن سبنتين كوستشن وان برناية يطلب المستخدم يدخل راكم باينري ويحاول الرقم ده لدسمن اول حاجة هعمل انت باينري تمام وهعمل انت دسمن وارج وار وبعدين هعمل برينتف انتر اباينري نمبر وامل سكنف لباينري وبعدين هقول له ان الورج ده بيساوي بالزبط الباينري طيب انا ليه عملت كده عشان لما اجي اشتغل على الورج هيبقى زيرو يبقى عندي باينري عشان افتكر ايه الرقم الاصلا كنت اندخلاته اقوم له هنا وارج ولله ح hackers اعمل هاقوم لديهم نبدأ ذا واه نحن يريد من اول عشان كل مرة يرجع للرقم اللي قبليه فناخد الرقم اللي عليمين نشتغل فيه وبعدين نرجع للرقم اللي قبليه وبعدين هامل I equal to عشان كل مرة يضرب I في اثنين وبعدين اقول له printf the decimal equivalent of %d is %d وهواعد عن الاوليه بالبينري اللي انا مشتغلتش عليه انا كنت مخلايا في الاول binary equal org عشان اشتغل على الورج هو اخليه zero والبينري يبقى عندي زي ما هو و decimal اللي هو الرقم اللي احنا عملناه طيب بمنازبة decimal فاحنا فوق هنا هنطلع نقول decimal equal zero عشان ما يجيب لناشى الجربة تجليه في decimal طيب هندخل مثلا 101 طلع علي decimal equivalent of 101 is 4 ده الحل التاعي لو عندك اي حلول تانية اكتب لنا في الكامت اشتغل في القرم الظهر اشتغل mound